مساء الخير مريم تحية لك ولكل مشاهدي قناة ميديان تيفي إذن نحييكم مرة أخرى من هنا من القدس الشريف هذا المعلم الإسلامي المقدسي الذي يظهر من خلفه مسجد قبة الصخرة القدس الشريف في مكان مقدس اليوم تتواصل فيه البركة في يوم الجمعة المباركة وصلت الجمعة هنا في المسجد الأقصى البركة المغربية عبر المساعدات عبر الحملة التي انطلقت والتي فيها كما قلنا في متاخلات سابقة مجموعة من المعونات للقدس والمقدسيين في هذا الشهر المبارك ألف وجبة غذائية يوميا انطلقت منذ يوم أمس من خلال إفطار شاركت فيه شخصيات ثقافية دينية من الديانة الإسلامية والمسيحية هنا في مدينة القدس واليوم تتواصل هذه العملية في قلنديا في الشيخ جراح في البلدة القديمة في الرم في مخيم شعفات في مجموعة من المناطق من القرى من المدن القديمة هنا في مدينة القدس والمناطق التي قد نقول بأنها تعتبر أقل حظا ألف وجبة غذائية تتواصل على مدى شهر رمضان المبارك كما أمر بذلك جلالة الملك محمد السادس في تعليمات إسلامية الخاصة بتقديم المساعدة لأهلنا هنا في القدس الشريف أو حتى ان تعلق الأمر بمدينة غزة بالنسبة لوكالة بيتمال القدس لديها الخبرة الميدانية التي تجعلها قادرة على أن يكون لهذه المساعدات الإنسانية أثر ولعلنا بالأمس شاهدنا عملية توزيع السلال الغذائية التي تتوفر على مواد غذائية لألفي أسرة مقدسية وشاهدنا كيف أن لكل منطقة ممثلها الخاص الذي يأتي ويتسلم هذه المساعدات في تسليم هو رمزي نعم ولكن هؤلاء هم المكلفون بالتأكيد بالتعاون مع العضاء الخاصين والعاملين مع وكالة بيتمال القدس يقومون بتوزيعها على الأسر الأقل حظا هنا على الأسر التي تعاني من الفقر والهشاشة وتزداد معاناتها من خلال الشهر الكريم وبالتالي للتخفيف عنهم وكالة بيتمال القدس نقول بأن لديها القدرة على تحقيق الأثر والوصول لهؤلاء الناس الذين يحتاجون مثل هذه المساعدات ولطالما عملت الوكالة عبر ربع قرن من الزمان بتقديم مساعدات في كل المجالات وتقوم برعاية مجموعة من الفئات التي تعتبر من الأقل حظا هنا في القدس الشريف على غرار الأيتامي والأرامل أو حتى الباحثين عن العلم من الطلبة الذين توفر لهم التكوين وتوفر لهم مدرسة مدرسة اسمها مدرسة الحسن الثاني هنا في القدس وفي نفس الإطار توفر البعثات الدراسية بأرقام هامة وهامة جدا مريم نعم نوفل هناك مبادرات مغربية عديدة توجد بالقدس نتحدث عن القطاع الصحي وعن الخدمات المقدمة في هذا الجانب نوفل قربنا أكثر من وحدة اليقظة الصحية المغربية المتواجدة بعدد من مستشفية القدس نعم مريم يعني كما قلنا اليوم هي عبارة عن حملة لمساعدة القدس والمقدسيين حملة تتواصل فيها مجموعة من الأمور من المراحل المرحلة الأولى بدأت بالمساعدات الغذائية المرحلة الثانية سيكون فيها يوم الأحد المقبل سيكون فيها وحدة يقظة صحية ستكون في مستشفى المقاصد ومستشفى الهلال الأحمر نحن اليوم نتحدث عن تواجد واضح للمملكة المغربية عن أثر فعلي للمساعدات المغربية التي جاءت بتعليمات ملكية سامية في القطاع الصحي ولن أنسى أن حتى مستشفى المقاصد أو مستشفى الهلال الأحمر يوجد فيه جرحة من قطاع غزة وبالتالي مساعدة غزة والقدس وجهاني لعملة واحدة يصباني في ذات النار واليوم القطاع الصحي في القدس نقول أنه صامد نعم ولكن عليه ضغط كبير لا ننسى أن هناك مجموعة من الأحداث التي تحدث هنا في القدس الشريف ويكون هناك جرحة ويكون هناك مظاهرات لا ننسى أن هناك عائلات ربما تحتاج للتطبيب العادي هناك فئات تحتاج للطب المستعجلات فاليوم هذه وحدة اليقظة الصحية المغربية ستقدم خدمات علاجية تنعكس بالإجاب على القدس والمقدسيين وأيضا تعطي دائما وأبدا تلك الصورة البراقة لوكالة بيت مال القدس التي بكل صراحة تقدم أعمال محمودة على مستوى القدس وشهدنا ردود الفعل يوم أمس من خلال مجموعة من الأشخاص من رجال الدين من المسؤولين عن قطاعات ثقافية تعليمية الوقف المغربي أيضا هنا في بيت المقدس الكل يقدم شهادة حق ويقول بأن المملكة المغربية ليست مناسباتية في تقديم المساعدات وإنما تحاول أن تقدم الكثير للمقدسيين من أجل دعم صمودهم ومن أجل بناء الإنسان والبنيان مع المريم نوفى العواملة مفد قناة ميديان تيفي للقدس شكرا لك على هذه المشاركة